عزائي مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية ناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر اسلحات استضاحات ديوان محاسبة 2018-2022 والمتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها وقال اسلحات أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستضاحات المتعلقة بشركة تطوير العقبة والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويب تلك المخالفات وبخصوص المخلفات أشار سلحات إلى أن اللجنة قررت إعطاء مهلة مدتها شهر لتصويب إغلاق المخلفات بشكل نهائي داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة والشركات التابعة لها وديوان المحاسبة لهذه الغاية أوسط اللجنة الإدارية النيابية بضرورة استكمال إجراءات عين الموظفين المراشحين في مؤسسة الإقراض الزراعي وقال الرئيس اللجنة النائب المهندسي أزنى الإجدفات خلال ترأوسه الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان القدمة المدنية سامح الناصر ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلونة أن اللجنة أوسط بتوزيع الموظفين حسب الشواغر المتوفرة لدى المؤسسة وحسب الحاجة بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي أدود مع وفد من البريد الفلسطيني برئاسة مدير عام البريد الفلسطيني معاد دراغمة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البريدية وأكدت داود أن هذه المباحثات تأتي تكريسا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين وتهدف إلى تطوير التعاون في مجال نقل البريد الفلسطيني عبر جسر الملك حسين معبر الكرامة حتى ستولى البريد الأردني نقل وإيصال البريد الفلسطيني إلى داخل المملكة وخارجها مشيرا إلى أن الأردن يعمل على إزالة كل المعيقات التي تواجه البريد الفلسطيني زار ملتقى البرلمانيات الأردنيات الجامعة الأردنية فرع العقبة حيث اطلع على خطط واستراتيجية الجامعة تجاه تمكين المرأة في الانخراط بالقطاع السياحي وأشارت رئيسة الملتقى أن إبازين بألبدول إلى الحاجة لتأهيل طالبات قادرة على العمل بالقطاع السياحي سيما وأن نسب الإناث العاملات بقطاع السياحة متدنية بدوره أكد رئيس الجامعة الدكتور نزيه البطوش أن الجامعة الأردنية تسير ضمن النهج الذي وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسموه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتمكين المرأة ودعمها الثاني الهدف من هذا اللقاء هو الاطلاع على عدد طالبات في التعليم السياحي أهم الخطط التي تقوم بها الجامعة لإدماج الطلبة في القطاع وتأهيلهم وتدريبهم وخروجهم بكفاءة لسوق العمل أهم الشراكات والاتفاقيات التي تقوم بها الجامعات لإدماج الطلاب وعطائهم فرص عمل سواء بالأردن أو خارج الأردن كان من أهم استخطاب الطلبة للتعليم السياحي بالذات كان تركيزنا على زيادة عدد الإناث بالإضافة لحديثنا عن ندوة حوارية هناك بالشراكة مع الجامعة الأردنية أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أهمية مشاريع الربط الكهربائي القائمة وإنشاء مشاريع ربط جديدة لتعزيز النظام الكهربائي وتطوير منظومة قطاع الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها وبهذا الشأن أشار التقرير السنوي للوزارة للعام الماضي إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي وذلك من خلال ربط محطة تحويل الريشف في الأردن بمحطة القائم في العراق كما تم توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الرابع من العام القادم فيما تم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر بشكل سنوي وإلى عالم المال والأعمال ومن بورصة عمان حيث بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا اليوم حوالي 3.5 مليون دينار وعدد الأسهم متداولة قربت على 3.5 مليون سهم نفذت من خلال 2140 عقدا أما عن نساء الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام ليصل إلى 2450 نقاط انخفاض النسبة هو 6% بالمئة وبمقارنة أسعى الإغلاق للشركات المتداولة أسهم ولهذا اليوم والبلغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها كما أظهرت 29 شركة خفاضا في أسعار أسهمها وننهي نشاطنا الاقتصادية من المعدن الأصفر حيث ارتفعت أسعار الدهب لتصل إلى 1923 دولار للأنصة وفي ميالي أسعار الدهب بالدينار الأردني كما هي متداولة في السوق المحلي نبدأ من جرام الدهب عيار 24 وصلها إلى 46.30 وننتقل إلى جرام الدهب عيار 21 وصلها إلى 39.30 وخيرا جرام الدهب عيار 18 وصلها إلى 34.90 أعزائي مشاهدين أسعار الدهب لنهي الشرطان الاقتصادية شكرا متابعتكم معاودة بكم إلى أحلام لمتابعة ما تبقى من أخوات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة